هذا يعني انه لأنواع ذات نفسه نحن نركز على كام نوعي منهم ولكن مهم على الأقل تقرأ الجدول ده بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلا وسهلا أهلا بيجوا في الفيديو والثالث من السلسلة بتاعت في الفيديو اللي فاتت تكلمنا عن الفرق ما بين أنواع الريفيوهات إزاي نفرق ما بين في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي نكون سؤال بحثي إزاي أصلا نجيب فكرة للسيستماتيك ريفيو خليني أقول بمقدمة بسيطة وهي أن من خبرتي في مع مجموعة كبيرة من الناس ومجموعة كبيرة من المشاريع أكتر خطأ الناس بيقع فيه هي فكرة السؤال البحثي ذات نفسه أن الفكرة تكون غير قابلة أصلا للتطبيق للسيستماتيك ريفيو والمتااناليسيز وده كان من ظل أهم العناصر المهمة اللي بتشجعني أن أنا أصلا أصور سلسلة بتاعت السيستماتيك ريفيو والمتااناليسيز علشان السؤال البحثي أو الفكرة البحثية بتاعتك لو كانت مزبوطة من البداية فبالتالي المشروع كله هيكون الخطوات فيه مشاك كويسة وهيكون فيه نتيجة في الآخر والنتيجة دي معناها أن هيكون فيه بوبليكيشن أو فيه نشر للريفيو بتاعك إنما لو الفكرة البحثية كانت غلط من البداية فده هيكون فيه مشاكل في الريزولتس بعد كده في المستقبل المشكلة هنا فيه حاجة جوهرية جدا وهو إن الخطوات بتاعت السيستماتيك ريفيو لو هنلخصها بشكل سريع إنك بتجي فكرة بحثية بعد كده بتبحث على الدياتا بيسس عشان تنزل أبحاث وبعد كده بتطلع الدياتا وبعد كده بتروح عامل الدياتا دي فهي الفكرة كلها إنك لو جبت فكرة بحثية ممكن تمشي معاك بالخطوة الأولى والخطوة الثانية والخطوة الثالثة ولكن لما تيجي تعمل الدياتا أو لما تيجي تجمع الدياتا مع بعض تلاقي إن الفكرة البحثية أصلا غلط فهدي النقطة الجوهرية ممكن نطول شوية في موضوع إزاي تجيب فكرة بحثية نصوره في فيديو أو في اتنين علشان نتأكد إن الفكرة البحثية كويسة طيب خلينا نبدأ في الموضوع إزاي أجيب فكرة ريفيو خلينا نقول إن الموضوع منقسم لشقين أول حاجة نوع الرفيو ذات نفسه وتاني حاجة البكو طيب نوع الرفيو أو type of systematic review هل systematic review ليه أنواع أيوة؟ فإحنا قلنا المرة فات في systematic review في literature review ولكن تحت systematic review ده في أنواع مختلفة وأنواع كثيرة إحنا هنلخصهم لثلاث أنواع ولكن تأكيدا لكلامي ده حابب أوريكم ال paper دي دي paper هسيبلكم لينك بتاعها في ال description ال paper دي بتقول what kind of systematic review should I conduct بغض النظر عن تفاصيل paper تقدر تقرأها أنت بنفسك ولكن اللي يهمني هو ال table ده types of reviews فده معناه أن systematic review ليه أنواع ذات نفسه إحنا هنركز على كام نوع منهم ولكن مهم على الأقل تقرأ الجدول ده وبعد ما نتكلم عن ال paper هتلاقي أن الأمور بتاعت الجدول ده كاملة واضحة وهنحاول نختصر الموضوع طيب أول حاجة مثلا في نوع اسمه effectiveness فده نوع اسمه effectiveness systematic review فده معناه أن هو evaluate effectiveness بتاع certain treatment أو practice معين يعني زي ما هو مكتوب هنا in terms of its impact on outcomes والفرمات بتاع research question بتاعه اسمه ال PECO population intervention will comparison with outcome وهنا مديك مثال على يعني على النوع بتاع effectiveness هتلاقي حاجات تانية هنا كتير ولكن مثلا أنا من ضمن الحاجات اللي هركز عليها diagnostic test accuracy to determine how will a diagnostic test work in terms of sensitivity and specificity فده نوع تاني من أنواع systematic reviews نوع ثالث من أنواع systematic reviews هو Prognostic to determine the overall prognosis for a condition هسيب لكم اللينك بتاع ال paper دي تقدروا تقرأوا التابل وتقرأوا ال examples أو الأمثلة اللي موجودة في التابل ولكن احنا عايزين زي نختصر التابل ده ونوضح للناس أو نبسط المعلومات دي للناس في نوع اسمه effectiveness وفي نوع اسمه prognosis وفي نوع اسمه diagnosis دول أشهر الحاجات الموجود فيهم reviews أو reviews منتشرة بتتكلم عنهم فالeffectiveness هنقول على سبيل المثال ان احنا عايزين نشوف في دواء معين الدواء ده الناس بتاخدوا ففي clinical trials بتتعمل مثلا احنا هندي للشخص الدواء ده سواء treatment أو practice معين أو أي حاجة معينة فكنت بقول في الفيديوهات اللي فاتت ولكن الموضوع مكانش واضح علشان كده صورنا فيديوهات جديدة كنت بقول ان مثلا احنا ممكن ندي المرضى اللي في العناية المركزة تفاحة في الغداء بتاحه فهل التفاحة دي هتأثر مثلا على الصفرة عندهم هل هتأثر على تحليل الكوليسترول فاحنا فيه outcomes معينة احنا محتاجين نشوفها فالoutcomes مثلا تحليل الكوليسترول فاحنا هنقس لهم الكوليسترول بتاحهم هنقس لهم HDL هنقس لهم أي حاجة وبعد لما احنا هنديهم التفاحة دي وبالتالي هيكون في clinical trials اتعاملت عن طريق ان هي انا بدي مثال عن طريق ان هي استخدمت ده او treatment ده في علاج حاجة معينة او في تحسين outcomes معينة فده احنا ممكن نعمل systematic review based effectiveness بتاع الموضوع ده طيب ممكن الموضوع تكلكع ولكن هنوضح الموضوع مثلا في دراسة في clinical trial اتعاملت في امريكا بتشوف فعالية الدوة ده في تخفيض مثلا درجة الحرارة طيب والدراسة دي تعملت تاني في الصين على مجموعة تانية من الناس بتشوف برضو فعالية الدوة ده على تخفيض درجة الحرارة ولكن على chinese population وفي دراسة تالتة عاملت في ولندا ودراسة عاملت في مصر ودراسة عاملت في بلجيكا فانا كواحد بتاع systematic review او meta analysis هجمع الدراسات دي وهيكون الهدف من review بتاعي انا عايز او فعالية الدوة ده في تخفيض درجة حرارة المرضى فده نوع من النوع النوع التاني مثلا هو نوع prognosis دي يعني احنا عايزين نشوف الفيوتر اوتكمز دي ممكن نقول ان احنا ممكن نقسمهم لحاجة اسمها الموربيديتي وحاجة اسمها المورتاليتي طيب الموربيديتي دي معناها ان هو ان الشخص ده هيفضل يعاني من الديزيز او من ضمن البروجنوس برضو او الفيوتر اوتكمز ان الشخص ده ممكن كان عنده كورونا بقى ما عندهش كورونا الحتة دي اسمها فهو مثلا كان عنده بقى فري من الدزيز كان عنده الكنسر بقى فري من الكنسر دة من ضمن الفيوتر اوتكمز او الشخص ده كان عنده الكنسر بعد كده توفى فدي سمع الموربيديتي او ان هو يكون فري او سيرفايفل انالسيس ودي اسمع المورتالتي او ان هو يموت فباختصار باختصار علشان احنا نتكلم على الحاجات دي كلها بالتفصيل ولكن ده نوع اسمه ده نوع من انواع الابحاث اسمه البروجنوستيك سيستماتيك رفيو طيب النوع الثالث هو الديا جنوستيك تست اكيروسي الدي تي اي رفيو الدي تي اي رفيو زي ما هو كان كتب في الجدول ان هو بيبقى الهدف بتاع ان هو يشوف السنستيفيتي والسبسيفيسيتي بتاع الديا جنوستيك تست طيب دي ايه يعني اداة تشخيصية معينة احنا جلنا شخص الشخص ده عنده اعراض معينة احنا محتاجين ان احنا نعمله تشخيص فمثلا جلنا شخص عنده كورونا عنده ارتفاع في درجة حرارة بيكح بيعمل فاحنا بنطلب من الشخص ده ان هو يعمل تحليل مثلا تحليل دم صورة دم وبنطلب منه مثلا ان هو يعمل سي تي او اشاعة مقطعية هل بقى تحليل الدم هييعادل الاشاعة المقطعية ايهما افضل في تشخيص الكورونا بالناس بتقول ان سي تي افضل من تحليل الدم يعني احنا لو تحليل الدم ده السنستيفي بتاعته والسبيسيفيسيتي لتشخيص الكورونا قليلة يعني مش سنستيف يعني مش فيري سبيسيفيك او مش فيري سنستيف لتشخيص الكورونا ولكن السي تي ممكن تكون اعلى في السنستيفي واعلى في السبيسيفيسيتي طيب ممكن عملهم حاجة اعلى من كده اللي هو البي سي ار اللي انا اخد العينة بتاعت الشخص ده وعمله بي سي ار فهتكون مور سنستيف ومور سبيسيفيك فهو ده فكرة الدياجنوستيك تيست انك بتشوف اداة تشخيصية وتشوف هل الاداة تشخيصية دي سبيسيفيك وسنستيف لتشخيص مرض معين ولا لا فده كده اول جزء من اجزاء تحديد السؤال انت محتاج تحدد نوع الريفيو بتاعك علشان تقرر اصلا البيكو بتاعتك طيب في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن البيكو بالتفصيل وازاي تعمل البيكو بتاعتك بشكل كلير وبشكل واضح وايه هي البيكو عمالين نكرارها ولكن برضو انا مازلت مش عارف هختار نوع الريفيو زي يعني احنا عرفنا ان احنا نشتغل سيستماتيك ريفيو ولكن هختار نوع الريفيو زي طيب نوع الريفيو ده ده يتوقف على مجموعة كبيرة من العناصر بترجعلك انت كشخص هي ملهاش علاقة ممكن تختار الدياجنوستيك ممكن تختار البروجنوستيك ممكن تختار انترفنشنال ممكن تختار اي نوع تاني موجود من الجدول مفيش حاجة بتحكمك تعمل حاجة سبيسيفيك بعينها ولكن من الخبرة انت مثلا لو انت واحد في ساينس مهتم بالمجال بتاع الساينس زيه فلا ربما بعض الحاجات او انا كموليكولر بايولوجيست مهتم بالجينس او الدي اي او الارن اي الحاجات دي ممكن ما تكونش موجودة في الافكتفنس يعني انا مثلا الارن اي بنشوفه بنسبة كبيرة او اغلب الدراسات اللي انا بشتغل عليها بيشوفوها ياما دااجنوستيك ياما برو جنوستيك فمثلا في البي سي ار بتاع الكورونا فيروس او الامراض تانية مختلفة ممكن يشوفو يعني اكسبريشن معين من الارن اي ويشوفو هل دا ريليتد بالدياجنوست بتاع مرض معين عن مرض معين تاني فدا ممكن مثلا ريليتد بالفيلد التاعي فدا نوع من انواع الدراسات اللي انا اقدر او اكون حابب ان انا اشتغلها وخصوصا برضو ان السيستماتيك ريفيوز وتختلف عن الطابع الطبي بتاعها شوية علشان بتكون عن انها مجرد يعني حاجات بنشوف فيها لو انت عايز تطلع باستفادة كويسة في الفيديو دا انزل تحت اقرأ البيبر اللي احنا شفنا الجدول بتاعها وبعدين ممكن تبعاتلي تسألني هل السؤال البحثي دا يتماشى مع اي نوع من انواع الريفيوز وهل الفكرة البحثية دي كويسة ولا لا اتمنى الفيديو يكون عجبكم لو وصلت لغاية هنا اتمنى تكون مشترك في القناة تفعل الجرس وتعمل لايك وتشارك الفيديو مع صحابك ونشوفك في الفيديو اللي جاي سلام عليكم